أبو عمار يقول شيخ أريد من الشيخ حفظه الله ونحن سنذهب مع إحدى الحملات في الحج أرجو نصائح لهؤلاء وتوجي كلمة من هذا المنبر يجب على أصحاب الحملات أن يتقوا الله في من معهم فلا يشقوا عليهم ولا يضايقوهم ولا يخلوا بحجهم فإن بعض الحملات قد تسيء إلى من معها وتسكنهم في مكان ليس هو من المشروع السكن فيه يسكنونهم في مزدلفة وكان في أيام منا يجب أن يسكنوا في منا ويبيتوا فيها لأن هذا من أعمال الحج ومن واجبات الحج فعلي أصحاب الحملات أن يتقوا الله في من يحملونهم ولا يتسببوا في تنقيص عبادتهم بها يسكنوهم في منا يخذوا لهم مساكن في منا أو يأتون بهم في الليل إلى منا ويبيتوا فيها ويذهبون إلى مساكنهم في النهار إذا كانت خارج منا نعم نعم